مساء الخير مشاهدينا مرة تانية زي ما قلت لحضراتكم في مقدمة الحلقة ضفنا النهاردة صاحب تجربة صحفية رائدة عنده سر الخلطة اللي تخليه يصنع جريدة طولة الأملاقة من أول عدد فيصنع مجدها وتصنع مجده وتستمر الحياة المهنية بكثير من الصعوبات وكثير من المواقف والأسرار اللي كانت في فترات مفصلية في عمر الوطن أمر محير بالنسبالي لما يكون ضيفي بقامة الأساس مجدي الجلاد نتكلم في إيه ونبتدي بإيه بس في البداية نرحب به مساء الخير مساء الخير وشرف لي أن أكون مع حضرتك ومع مشاهدي ميسات ده شرف لنا سعيدة جدا بيكون حرفت معنا لأول مرة في مساء الخير وعلى شاشة ميسات والحقيقة فعلا أمر محير بالنسبالي لما يكون ضيفي الأساس مجدي الجلاد أبتدي بإيه أن أي موضوع من الموضوعات الملحة الحالية ممكن نتكلم فيه لكن يعني حست كده أنه بما أنه أول مرة في برنامجنا وأول مرة على شاشة ميسات يبقى جمهور مساء الخير يتعرف على مجدي الجلاد يتعرف على الرحلة المهنية يتعرف على التاريخ المهني يتعرف عليه صحفيا بداية وبعدين نناقش بقى كثير من القضايا خليني يبتدي صحفي شاب صغير يصنع جريدة تولد عملاقة زي ما قولت هي من أول عدد هي بقت عملاقة ويترقى استحررها فيصير المجد مين بقى مين اللي عمل مين المصر اليوم عملت الأستاذ مجدي الجلاد ولا الأستاذ مجدي الجلاد اللي عمل المصر اليوم وإزاي رحلة المصر اليوم كانت لا هو طبعا مؤكد أنه حضرتك طبعا بدأتي بمساحة يعني دافئة عندي جدا في حياتي اللي هي فكرة المشوار الصحفي والمسيرة والكفاح وتحديدا تجربة زي تجربة المصر اليوم باعتقد أنه المصر اليوم هي اللي عملت كل نجومة بما فيهم مجدي الجلاد وباعتقد أيضا أن المصر اليوم كانت تجربة تجربة فارقة ولزالت فيه الصحافة المصرية والعربية ربما يكون مجدي بزل فيها جهد وحط فيها رؤية كان بيحلم بيها طول عمره كصحفي يعني اعتبر كنت فيها كنت لقيت سحرية كنت تقريبا شاب في نهاية التلاتينات مثلا لكن كون أنه مجلس إدارة ومساهمين يرهنوا على جيل الشباب وهي أول صحيفة يومية مستقلة في مصر بالمعنى المفهوم يومية مستقلة فكانت رهان صعب جدا وكانت طلع في وقت كان فيه تقريبا بيسود المشهد بالكامل الصحافة القومية كصحافة يومية كان فيه هناك تجرب أسبوعية لكن الصحافة اليومية دي صحافة تقيلة صناعة تقيلة فكان رهان صعب جدا بعتقد أنه قدت لها عمري تقريبا وقدت لها حلمي وطموحي والأهم من كده قدت لها جرئة المهنة يعني لما المصر امطلعت وبدأ يشتد عودها الناس بقيت تستغرب جدا إيه الصحافة دي جديدة في مصر فبعتقد أيضا أنه الرهان من مجلس إدارتها وملكها كان أنهم يعتمدوا على جيل شاب عنده حلم وطموح وعنده رؤية مختلفة ويعني أتذكر الأستاذ إبراهيم نافع الصحفي والكاتب الكبير كان رئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس تحرير الله يرحمه وأدين له بفضل كبير بعد الله أنه قال لي في بداية أنا ابن الأهرام كنت في الأهرام ففي بداية ترشيحي لي المصري اليوم في بداية صدرها قال لي كلمة أنا ما نستهاش لغاية دلوقتي من أستاذ في المهنة قال لي خلي بالك أنه رئيس التحرير ده مهام ومسؤولية مختلفة تماما عن كل اللي شفته في حياتك يا صحفي وهو رهانه حاجة واحدة بس قال لي أنك أنت تكون صادق مع مهنتك فهتوصل للناس هي دي السر لكن المصري اليوم بعتقد أنها هي كانت نجاحها الصاحق سبب في صدور جرائد تانية جرائد كتير ومؤسات صحفية مستقلة موجودة لغاية دلوقتي علامة فارقها في حياة المهنية يمكن أسست بعدها الوطن وأسست دلوقتي وانا نيوز واشتغلت في تجارب كثيرة جدا لكن فضل المصري اليوم كبير علي قوي حنروح للمناطق التانية دي لأنه حبة برضو أعرف أصلها أصلها لها سر خلطة هي ما ينفعشي أنه أكون بعمل يعني مشروع وينجح بشكل ما فعمل غيره وينجح بنفس الشكل إلا لو كان عندي سر خلطة مش موجودة عند حد وبحمد الله دايما بسيب التجربة بقرطة عشان أعمل تجربة تامية كونست كده أو فلسفة فيدماجي كده مؤمن بي ودي فلسفة عظيمة لأنه دايما بيفضل الاسم مرتبط بالنجاحات وإنه ماشي في أوجي المجد أنا بحبش أبقى موظف يعني لما مثلا في 2012 وصلنا بالمصري اليوم بعد 9 سنين تقريبا أو 80 وشوية إنها تفوقت على كل الصحف القومية كلها في التوزيع وفي التأثير وبتنقل عنها في الصحافة الأجنبية وجوايز وحسيت إن أنا وصلنا لمرحلة أنا مجد خلاص أعملت كده أعمل حاجة تانية آه كان الراهن كده يا